بعد مشوار بطولي بلغ من خلاله المشهد الختامي لثاني أهم مسابقة قرية على مستوى الأندية في إفريقيا يدخل نهضة بركان مواجهته ممز مالك المصري في نزاله الأول بعزمة وإصرار لتحقيق لقب ثالث يعزز به خزائنه مشوار الفريق البرتقالي الخبير بأجواء مسابقة الكاف كان مثاليا هذا الموسم بدأه بتصادر مجموعته دون تلقي أي هزيمة في طريقه إلى النهائي تمكن من إقصاء فريق أبو سالم الليبي ثم اتحاد العاصمة الجزائري على الورق والآن يمن النفس في صعود البوديوم ورد دين لازمه منذ خمس سنوات عند بضيع أول نهائي له أمام الزمالك بالذات الفريق الذي اعتبره معين الشعباني مدرب النهضة من الفرق التقليدية داخل القارة الصمراء لكن دون المبالغة في احترامه قياسا بالإمكانيات البشرية التي يتوفر عليها سفير الكرة المغربية في المسابقة رغم مناغصات الغيابات بطبيعة الحال يظهر لي مباراة نهائية ما تستحقش تقديم كبير أكيد ناس كل بشي يكونوا موتيفي ومتحقيقين للفينال بطبيعة الحال مش كل يوم تلعب فينال بالنسبة على المدرب أو اللاعب أو مسؤول هذه فرصة كبيرة أنك تحاول تربح الفينال هذه كيكسبا معنا نتكلم على بركان ولا على زمال تعرفوا الباركور كان طويل دونك لديزيكيب تعبوا بشوصلوا للفينال بالنسبة لنا إن شاء الله نكونوا حاضرين وعلى آتم الاستعداد غدوة في التساني تبيق إن شاء الله الطريق إلى اللقب الثالث للفريق البرتقالي سيمر عبر تجاوز عقبة الزمالكة المصرية الساعي بدوره للعودة إلى تتويج القرية الغائب عنه منذ عام 2019 فريق القلعة البيضاء أنهى بدوره دور المجموعات في الصدارة وتسلق باقي الرتب متجاوزا كل من مودن فيوتر المصري في دور الربع ودريمز الغاني في محطة النسفة كبير مصر إلى جانب الأهل تميز عن باقي الفرق في النسخة الحادية والعشرين من المسابقة إذ سجل معظم انتصاراته خارج الديار وهو معطا يتوجب على ناثة بركان أخذه بعين الاعتبار تفاديا لأي نتيجة قد تبعثر أوراقه قبل موقعة الإياب الانتصارات المتتالية التي يحققها الفريق خارج ملعبنا تعني أننا في الطريق الصحيح تعني أيضا أننا فريق متماسك وهذا سيعطينا حافزا أكبر لخوض هذه المواجهة على أرضية هذا الملعب سيقام الفصل الأول من النهائي المنتظر بين ضهضة بركان والزمالك المصري فرصة للفريق البرتقالي للخروج بنتيجة إيجابية تضعهم على مقربة من اللقب الإفريقي الثالث قبل لقاء العودة بالقاهرة فيصل الزاكي عبدالصبد المنتصر ميديان تيفي بركان